بس وإنت بتتكلم عن الوعي عايز أقول لك إن مسجد الحسين سيدنا الحسين يوم الخميس مبارح الناس راحوا صلوا وراحوا داخلين على المقام بتاع سيدنا الحسين عشان يتبرقوا بيه طبعا استحام بقى ما انت بقى لك ثلاث شهور قافل والإيدين على الجدران الأربعة بتاعة مقام أو قبر أو شاهد سيدنا الحسين يبقى فيه زحمة ما فيش تعقيم ما فيش كمامات فالنهاردة على طول راحت وزارة الأوقاف وإدارة مسجد الحسين اعلنت غلق حجرة الدفن ما ينفعش ده صورة سيئة اللي أنا عايز أقول لك لا تراهن على وعي الناس خاصة للناس البسيطة الناس شايفة يعني أنا أنا نادرا النهاردة لما ممشي ألاقي حد لابس الكمامة آه بتلاقي الكمامة فين يعني المقربصات وبعدين لاحظت إن معظم المواطنين بيحموا دقنهم من فيروس كورونا يعني تلاقي لابس الكمامة كده حرّتك الفيروس بيجي في الدق حرّتك الفيروس بيجي في البق وفي المناخير يعني مفروض الكمامة محتوطة كده على مناخيرك وبقك ولولا الحرّج يعني أنا كنت تلاقتي بالكمامة لكن إنت حدثت الكمامة فين حتطالي على دقنك كإن الفيروس حيدخل جسمك عن طريق دق ابتكارات المصريين يعني فمش عايزين نراهن على الوعي لكن نتمنى نتمنى إن إحنا نخرج من هذا الوباء والدنيا ترجع زي مكانة يعني اشتركوا في القناة